في إطار عملياته العسكرية الهادفة إلى تحرير محافظة تعز يواصل الجيش الوطني هجومه على المواقع التي ما زالت تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية في أكثر من جبهة من جبهات المحافظة هنا في جبهة الكدحة بمديرية المعافر في الريف الغربي لمحافظة تعز يواصل الجيش الوطني هجومه على المواقع التي ما زالت تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية وتدور معارك عنيفة ومتواصلة منذ أيام بين الجيش الوطني والميليشيات الإنقلابية تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة تتركز المواجهات هنا في هذه الجبهة في مناطق تب الدرخاف وهوب الرعي ومنطقة المحل وطب قرية العنصب المواجهات ما زالت مستمرة والجيش الوطني يواصل عملياته بهدف استعادة السيطرة على هذه المنطقة وبحسب مصدر في قيادة الجيش الوطني فإن عدد من عناصر الميليشيات قتلوا وقرح آخرين في المواجهات المستمرة منذ أيام هنا في هذه المنطقة بالتزامن مع ذلك قامت الميليشيات الإنقلابية بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع الجيش الوطني وعلى القرى السكنية حتى البعيدة من مواقع المواجهات حيث سقط صاروخ في قرية الدفن وأدى إلى استشهاد طفلتين وإصابة والدتهم بقروح بليغة نتيجة هذا القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيات الإنقلابية كما ذكرنا الجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية الهادفة إلى تحرير محافظة تعز ومنها قبهة الكدحة هي إحدى قبهات محافظة تعز فواز الحمادي قناة بلقيس من قبهة الكدحة بمديرية المعافر تعز